موسيقى هذه المحاولة كانت من تخطيط من لا يريدون التطور والتنمية لتركيا ولكن شاءوا ام ابوا فان الله سبحانه وتعالى هو صاحب القوة في العالم منذ اول لحظة انتم اطياف الشعب التركي قمتم من خلال خروجكم الى الشوارع بافشال هذه المؤامرة وهذه المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري ايها المواطنون ان هذه الاحداث اثبتت ان الشعب التركي لديه تجربة قوية في مجال الديمقراطية وان شعبنا يحارب وسيحارب من اجل استقلال بلاده والمحافظة على وحدتها وديمقراطيتها فيما يتعلق بفتح لاي جولن هذا الرجل هو زعيم عصابة ارهابية وهو امر ذكرناه من قبل واثبتناه في اجتماعات القيادة العسكرية نحن كنا انطلبنا من الولايات المتحدة تسليمه الى التركيا بعد الاحداث التي جرت بالامس فان هذا الرجل هو زعيم عصابة ورئيس منظمة ارهابية ولا اعتقد ان دولة ما تدعمه ان الدولة التي تدعم هذا الرجل لن تكون دولة حليفة او صديقة لتركيا الدولة التي تدعمه ستكون دولة تحارب تركيا الرئيس كان يقصد بانه كانت هناك عناصر من حركة فتح لاقولن كما تعلمون فتح الله قولن هو شكل عصابة اجرامية تحاول ان تطيح بعكم اردوغان لفترة طويلة وبعض اعضاء حركتي تم بثهم في القوات المسلحة التركية ولكن كان من الصعب ان نميزهم عن الاخرين ولكن بهذه المحاولة الانقلابية نحن نعرفهم لم نكن نعرفهم من قبل ولذلك كان من الصعب ان نميز بين من هم جنرالات موالون للحكومة من غيرهم ولكن الان نعرف من هم ليسوا على ولاء للحكومة وبالتالي نحن نقوم بالتمييز الان ومن هم موالون للحكومة ومن هم موالون لقولن أصبح امرهم واضحا الآن وهذا يسهل مهمة الرئيس اسم الحكومة الاتحادية ندين بشدة المحاولة الانقلابية التي قادتها وحدات من الجيش التركي على الحكومة المنتخبة والرئيس المنتخب في تركيا من المحزن ان كثيرين قتلوا خلال محاولة الانقلاب سفك الدماء في تركيا يجب ان يتوقف الآن والمانيا تقف مع الشرعية والديمقراطية في تركيا من حق الشعب التركي اغتيار زعيمه السياسي في انتخابات حرة والدبابات في الشوارع والضربات الجوية ضد الشعب هي افعال ظالمة نمثل شعبا كما تعلمون قام بثورة تاريخية كبرى من اجل الديمقراطية فامر طبيعي باننا نقف الى جانب الديمقراطية والامر الثاني المهم بان تركيا البلد الجار والاقرب لسوريا فتحت قلبها واراضيها للسوريين وعملتهم معاملة كريمة ينبغي ان نعبر عن الوفاء لها نحن لدينا ما يقرب من ثلاثة ملايين سوري يعيشون الان في تركيا وهؤلاء لن ينسوا قط هذا الاحتضان الاخوي الكبير اشتركوا في القناة